استمراراً لتحقيق السوريين المتواجدين في الخارج إنجازات غير مسبوقة في العديد من المجالات شبة سورية خطفت الأضواء في أوروبا وأصبحت حديث الساعة في الصحف الغربية من هي تلك الشابة؟ وما قصتها؟ خطفت السورية مايا غزال الأضواء في أوروبا بعدما أصبحت حديث وسائل الإعلام البريطانية بعد ظهورها اللافت وتريقة تحدثها خلال مؤتمر مهم على الصعيد الأوروبي يتعلق بصناعة الطيران وحظيت مايا باهتمام بالغ في أوروبا بعد تحقيقها إنجاز غير مسبوق حيث تمكنت من الحصول على رخصة قيادة لطائرات في بريطانيا في سن مبكر وصنفت على أنها أصغر شابة تحمل رخصة لقيادة الطائرات في المملكة المتحدة حالياً لتصبح بذلك أول لاجئة سورية في العالم تحصل على رخصة لقيادة الطائرات وبحسب التقارير الإعلامية فإن سورية مايا غزال تبلغ من العمر 21 عاماً وتحمل رخصة قيادة طائرات في بريطانيا برتبة كابتن طيار وذلك بعد أن تمكنت من خوض العديد من التجارب واجتياز كافة الاختبارات الصعبة حتى أصبحت مؤهلة لقيادة الطائرات كما أنها تعد المسؤولات الأولى عن اتخاذ القرارات أثناء الرحلات ولم يتوقف نجاح الشابة السورية عند هذا الحد بل إنها تم تعينها العام الماضي سفيرة للنوايا الحسنة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كما حصلت الشابة السورية على جائزة إرث الأميرة ديانة وأشهدت وسائل الإعلام الغربية بقصة نجاح مايا غزال التي حققت حلمها الذي تسعى إليه منذ سنوات مشيرة إلى أن قصتها تعتبر مصدر إلهام للجميع سواء من حضروا المؤتمر أو اللاجئين السوريين في أوروبا بشكل عام وفي أول تعليق لمايا على نجاحها غير المسبوق قالت لوسائل الإعلام إنها لم تصل إلى ذلك النجاح ولم تحقق حلمها في أن تصبح كابتن طيار إلا بعد جهد كبير ومثابرة مستمرة لعدة أعوام وأشارت إلى أنها تطمح بأن تصبح طيارا وبأن تحصل على رخصة تجارية تمكنها من العمل كطيار بشكل رسمي وكامل وأكدت غزال أنها لن تتخلى عن جنسيتها السورية مشيرة إلى أنها فخورة وتعتز بها رغم أنها أصبحت مواطنة بريطانية وختمت الشابة السورية حديثها بالقول أردت أن أكون اللاجئة الذي خالف الطيار ودعت مايا غزال الدولة للاستثمار باللاجئين ومنحهم حقوقهم الأساسية بما يشمل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليمة